اهلا بكم مع تلخصة جديدة وفيلم الاكشن الخيالي عشر تلاف قبل الميلاد وقبل ما نبدأ ما تنساش الاعجاب والاشتراك لو انت جديد معنا وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك فيديوهاتنا وبيبدأ الفيلم مع قبيلة بتعيش في جبال اسمها جبال فروستي وكانوا بيصطادوا الماموث وده نوع من انواع الافيال العملاقة اللي انقرضت من زمان وكان ظهورها نادر جدا واهم حاجة عند اهل القبيلة هو مواجهة المجاعة وده كان همهم الوحيد وكان في القبيلة ست عجوزة وكانوا بيسموها الام العجوز والست دي بتقدر تتواصل مع الارواح وبتظهر بنت اسمها ايفوليت وكان في ولد اسمه ديليه وكان مهتم بالبنت دي جدا وكان والد ديليه اول واحد بيستخدم الرمح كل ما يخرجه لرحلة صيد وكان بيخطط انه يبدأ رحلة لكنه قال لصاحبه انه هيمشي من القبيلة نهائي وطلب منه ما يقولش الحد في القبيلة على سبب رحيله وبيسيب له الرمح الابيض وبيمشي بعدها كل اولاد القبيلة كانت بتسخر من ديليه بعد رحيل والده لانهم اعتبروا انه هارب وجبان لكن الحقيقة ما كانتش كده والوحيد اللي يعرفها هو صديق والده وايفوليت وديليه كانوا حاسين بالوحدة لان ما كانش لهم اصدقاء قريبين منهم لكنهم بقوا اصدقاء قريبين مع مرور الوقت وبعد مرور سنوات كتير بيكبر ايفوليت وديليه ودخل المامث منطقتهم مرة تانية والقبيلة قررت ان اول واحد يصطاد المامث ويستحق الرمح الابيض هو لا هيتجاوز ايفوليت لكن ايفوليت بتروح لديليه وقالت له انهم لازم يهربوا ويتجوزوا فبيقول لها ديليه انا مش ممكن اهرب زي ما عمل ابويا وقال لها تطمن لانه هيصطاد المامث وهيتجوزها بعدها كل رجال القبيلة بيخرجوا علشان يصطادوا المامث ونجحوا في صد مامث عملاق بالشبكة لكن المامث كان بيجري وبيحاول يحرر نفسه وقطع الشبكة ويجري بها بسرعة وكتير من شباب القبيلة اتعلقوا في الشبكة والمامث كان بيجري بسرعة لكنهم مقدروش يفضلوا مسكين في الشبكة لوقت اطول معادة ديليه هو الوحيد اللي فضل ماسك في الشبكة وبياخدوا المامث لقمة الجبل وبدأ يهاجم ديليه هو اعوال الارض لكن ديليه بيهاجموا بالرمح واول مرة بيفشل وقدر يقتلوا تاني مرة وبيموت المامث ووصل رجال في القبيلة واتصدموا لما اكتشفوا ان ديليه اتل المامث لوحده وكلهم فرحوا ومنحوا ديليه الرمح الابيض مستحقش يكون بطل لانه في الحقيقة ما كانش ماسك في الشبكة وهو بيصطاد المامث لكن ايده شبكت في الشبكة من غير اصد والقبيلة ما تعرفش كده وبيروح يرجع الرمح الابيض وقال ليفوليت انه رجع الرمح الابيض لانه مش البطل اللي تستحقه وده معناه انه مش هيتجوز ايفوليت لان صاحب الرمح الابيض هو لا هيتجوزها وبتزعى ليفوليت لانها بتحبه وهو كمان بيحبها لكن عاداته تقاليد القبيلة اقوى منهم وفي الليلة دي بيهاجم القبيلة ناس راجب الخيول وبياخدوا منهم رجالة وستات اسرة بما فيهم ايفوليت وبعض الرجالة التانيين بما فيهم ديليه بينجوا من الاسر وقرر ديليه انه يرجع الرجالة والستات اللي تم اسرهم بالرغم من تحذير صديقه لان اللي بيروح عند الجبال مش بيقدر يرجع مرة تانية لكن ديليه قاله انه هيمشي وراء اثار اقدام الخيول لحد ما يوصل وبيروح فعلا وكان معاه بعض اصحابه وسكتهم مليانة بالمخاطر وصعب انهم يرجعوا لكنهم مستعدين للدخول في الخطر علشان يقدروا يرجعوا اهل قبيلتهم ووصلوا الليل بالنهار في الراحلة من غير راحة لحد ما وصلوا الناحية التانية من الجبل ودخلوا في طريق الغابة وبيشوفوا هناك كل افراد قبيلتهم اللي تم اسرهم وبيروح ديليه هناك وبيحرر بعض افراد قبيلته بما فيهم ايفوليت لكن الاعداء بيقسروهم مرة تانية بما فيهم ايفوليت وبعض اصدقاء ديليه اللي كانوا معاه معادة ديليه وصديق والده اللي كان مصاب وبيبعدوا عن الاعداء لكن هما في الطريق بيحسوا بالجوع وديليه بيسيب صديق والده وبيروح علشان يصطاد لكنه فجأة بيقع في الحفرة وموجود في الحفرة نمر عملاق وبدأت السمت مطر وبدأ النمر في الغرق لكن ديليه قرر ينقذه قبل ما يموت وقال النمر هنقذك بشرط انك متكلنيش وفعلا بينقذه وبيسيبه النمر وبيمشي ودليه بيخرج من الحفرة وبيروح لصاحبه المصاب وصاحبه قاله انه سمع صراخ في الليلة اللي فاتت وبيتجه هما الاثنين المكان اللي فيه الصراخ لحد ما وصلوا لقرية ويعرفوا ان الاعداء هاجموا القرية دي وفجأة رجال القرية بيحوطوهم وعلى وشك انهم يقتلوهم لكن بيظهر النمر العملاق وبيخاف منه كل رجالة القرية وبيتحرك النمر ببطء ناحية ديليه لكنه قال النمر ان اللي انقذتك مبارح انت مش فاكرني ورجال القرية مصدومين وبينط النمر من فوقه وبيخاف رجال القرية وبيبعدهم عن ديليه بعدها بياخدوا ديليه وصاحبه وبيضيفوهم وبيقدموا لهم اكل وديليه مستغرب ازاي القبيلة دي بيفهموا لغتهم فبيقولهم ان نزارهم واحد من وقت طويل كان بيتكلم نفس اللغة وكان الراجل ده بيدور على ملجأ عندهم وبيعرف ديليه ان الراجل ده هو ابوه وسألهم هو فين الراجل ده دلوقتي فقالوا له ان الشياطين اخدته هو وبعض الرجال من قريتهم وان المكان اللي اخدهم فيه اللي بيروسوا ما بيتجعش منه حي لكنهم قالوا ديليه انت الوحيد اللي هتقدر تروح بينا لهناك لان في نبوءة بتقول ان هيجي قبلتهم راجل في يوم من الايام بيقدر يتكلم مع النمر العملاق والراجل ده هينقذ شعبهم وبدأ الخبر ينتشر في القبائل اللي جنبهم عن الراجل اللي بيتكلم مع النمر اما صديق والد ديليه قالوا على سر والده وقالوا الحقيقة ان ابوك مهربش من الخوف وعمره مكان جبان لكنه راح يدور على مكان امن للقبيلة ويكون فيه الصيد سهل علشان خايف على قبيلته من المجاعة ودليه سألوا ليه ما قلت ليش قبل كده قالوا ان والدك طلب ان محدش يعرف حاجة لان لو اتفضح السر رجالة القبيلة كانوا يغربوا واحد ورد تاني بعد كده بعدها رجال القرية بيروحوا مع دليه الجبال وبيوصلوا النهر لكن ما بيلوش اوارب كفاية توصلهم وقرروا يكملوا رحلتهم ماشي على رجليهم بالرغم من صعوبة الماشي في الصحراء وكمان صعوبة النوم والراحة وعمرهم ما شافوا بعنيهم حد قدر يعبر المسافات الرهيبة دي قبل كده لكن دليه قال لهم لازم نكون شجعان وهنقدر نعبر الصحراء وهنحرر رجالنا وفضلوا يمشوا في الصحراء لأيام وبعد مرور كذا يوم وصلوا أخيرا للناحية التانية من الصحراء ووصلوا مصر عند الأهرامات وكانت لسه بتتبني وكان الغرض من أسل الناس انهم يشغلوهم في بناء الأهرامات وكان المكان زحمة جدا وعدد المقتلين والعبيد أكبر بكتير من السكان الأصليين وكانوا بيعبدوا إنسان زيهم ومعبدهم ده ما كانش بيتكشف على حد نهائي وزعيم القبيلة وصديق والد دي ليه بيدخلوا معاه لمعسكر العبيد وبيظهر هناك راجل أعمى قدامهم وبيقول لهم إن في نبوءة بتحكي عن ظهور راجل عنده علامة مميزة على جسمه العلامة دي بتشبه النجوم في السماء وهو المنقذ لكل القبائل وكل العبيد وزعيم القبيلة بيسأل دي ليه هل عنده أي علامة على جسمه تشبه اللي بيقوله لكنه ما بيردش والراجل الأعمى قال لهم إن أبوه اتقتل على إيد الناس دي وهم نفسهم اللي أخدوا أهل قابلته واستعبدوهم بعدها بيرجع دي ليه لأصحاب القبيلة لكنهم اتعرضوا للهجوم من بعض قطاع الطرق وبدأوا في القتال لكن صاحب والد دي ليه اتصاب ومات وفكرة الانتقام سيطرت على دي ليه تماما وعايز ينتقم وبتظهر إيفولات وهي في الأسر ولاحظ بعض الجنود وجود العلامات اللي بتشبه النجوم في السماء على إيدها حسب النبوءة المشهورة هناك وخافوا منها وأخدوها للملك لأن حسب النبوءة إن الشخص اللي عنده العلامات دي لو ظهر هيظهر تاني يوم صياد ويقتل الملك ويحرر العبيد وفعلا تاني يوم الصبح اتنكر دي ليه وأصحابه ودخلوا وسط العمال والعبيد وأعلنوا الحرب وكانت حيوانات المامط بتبدأ تجري يمين وشمال وحصل هناك فوضى والملك أمر بقتل إيفولات لو ما وقفوش القتال وفعلا بيجيبوها قدام الجميع ودي ليه لما بيشوفها بيؤمر رجالته توقف والوزير قال لهم إن ممكن شخص يختروه ياخد إيفولات ويمشي بسلام بدون أي أزى ودي ليه قال له إنه هياخدها لكنه سأله طب وباقي رجالته الوزير قال له إنهم هيبقوا ملكهم وعبدهم للأبد لكن دي ليه ما بيوافقش وبيحدف الرمح الأبيض في الملك وبيقتله وبيقول دي ليه للشعب شوفوا ده مجرد إنسان زيكم لو كان عبود كان عارف يحمي نفسه وبتبدأ معركة بين القابلتين وبينتصر فيها دي ليه ورجالته لكن واحد من القابلة التانية بيضرب سهم على إيفولات وبيقتلها ودي ليه بينتقم لها وبيقتله بالرمح الأبيض لكن الستة العجوز بتنقذ حياة إيفولات وبتضحب نفسها وبتنقل لها سلطتها وأبناء القابلة اللي جمع دي ليه بيدولوا كمية من البذور وبيقولولوا إن دي كانت رغبة أبوه علشان يزرعوها ولما دي ليه بيرجع لموطنه بيزرع البذور وبتبدأ في النمو وبكده بيتطمن إن شعبه مش هيجوعه تاني وهنا بينتهي الفيلم وشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة